في ظل التحركات السياسية المصرية والاتصالات الدبلوماسية المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة مصر بتركز بشكل كبير على المصاري الإنساني من اليوم الأول للحرب للتخفيف على أشقائنا الفلسطينيين اللي بتعرضوا لقصف وحشي وحصار غير إنساني منذ 39 يوم أكتر من 2 مليون فلسطيني بيعيشوا بدون كهرباء أو وقود أو أغذية أو حتى أدوية وماء وأصبحت غير متوفرة في ظل تعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدافها للمستشفيات والمرافق الصحية عشان كده مصر حريصة إن معبر رفح يكون دايما مفتوح بشكل دائم لدخول المساعدات لأهلين في قطاع غزة سواء بقى كانت المساعدات اللي بتقدمها الدولة المصرية عبر التحالف الوطني اللي عمل أهلي التنموي وحياة كريمة وكمان المؤسسات الوطنية زي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللي قدمت قافلة مساعدات لإخواتنا في فلسطين أو من خلال تسهيل استقبال طائرات الدول المنحة عبر مطار العيش كل المساعدات دي بتمر عبر معبر رفح اللي متقفلش أبدا لم يتم إغلاقه نهائيا بالعكس مصر حريصة على إنه يفضل مفتوح بشكل دائم وأي عرقيل بتحصل في دخول المساعدات دايما بتكون من الجانب الإسرائيلي لحقيقة بإنه زي ما بتقولي مصر لم تغلق معبر رفح من اليوم الأول أكدت على إنه هذا هو الدور الإنساني المهم جدا أكدت كمان مبارح على لسان سعادة السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اللي قال إن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة في قطاع غزة وأن من يعيق دخول المساعدات إلى القطاع هو الجانب الإسرائيلي من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية على حد تعبير السيد أحمد أبو زيد لأن الحقيقة في بعض الادعاءات بتشوفها أو أصوات بتخرج من هنا وهناك بتقول إن المعبر مأفول ودي مزيدة للأسف الشديد مرفوضة تماما خصوصا إن العالم كله بيدرك جيدا مواقف الدولة المصرية الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضاملة بكل السبل مع الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة يمكن عشان كده تبعنا المتحدث باسم الخارجية بيقول لأي حد بيروج أو بيدعي غلق المعبر إنه يرجع للبيانات الصدرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة الدولية اللي بالفعل قاموا بزيارة المعبر واللي فعلا شفناهم وهم بيأكدوا بأن الجانب المصري قام بكل الإجراءات اللي بتكفل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام الإجراءات الإسرائيلية اللي بتعوق الدخول المساعدات هي السبب في تأخر وصول المساعدات لمستحقها من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة إحنا على مدار حلقتنا هنكون مستمرين معاكم لليوم التسعة وتلاتين في متابعة تطورات الأحداث في قطاع غزة مرة تانية صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر